اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثمانين ثاني كون أكبر عدد وأصغر عدد أرقامه مختلفة من الأرقام التالية هذا الأرقام نكونوا بهم أكبر عدد وأصغر عدد طيب أكبر عدد نديروا تسعة تسعة بعدها ثمانية ثمانية بعدها السبعة بعدها الخمسة بعدها الربعة بعدها الاثناني بعدها الربعة بعدها الثلاثة بعدها الاثناني بعدها الواحد هذا أكبر عدد نشوفوا أكبر عدد آي والله أكبر عدد 9.8.5.9.8.5.9.7.4.321 أصغر عدد العكس أصغر عدد ندير أصغر رقم هو الكبير تولي لي تولي لي 12.345.789 طيب الثمانين الثالث لخياطة قطعة قماش طولها 26 متر استعملت منها 19 متر استعملنا منها 19 متر جد طول القطعة الباقية بالسنتيمتر آه معنى أن نحسبوها بالمتر ومعنى نحولوه للسنتيمتر 26 ناقص 19 نصيبوه للباقي بالمتر بعد ذلك نحولها للسنتيمتر عندنا المتر ديسيمتر سنتيمتر نصنع الجدول ونحولها معنى 26 ناقص 19 تعطينا 7 طول القطعة القماش الباقية هي 7 متر 7 متر تساوي 700 سنتيمتر معنى أن نحولها تساوي 700 سنتيمتر نزيلها صفرين ثمانين الرابع قرر رضا استغلال عطلته في ممارسة رياضة ركوب الدراجة كان يقطع كل يوم من شهر جوان مبلغ من شهر جوان 20 كيلومتر كل يوم من شهر جوان يقطع 20 كيلومتر ما هي المسافة الإجمالية التي قطعها قرر استغلال عطلته في ممارسة رياضة كل يوم يقطع 20 كيلومتر ما هي المسافة الإجمالية التي قطعها معنى هنا أن نحس بوتع شهر بعد نحس بوتع شهرين أو ثلاث أشهر أو الحساب العطل مسافة الإجمالية التي قطعها هي 600 كيلومتر لماذا؟ لأنه 30 في 20 تعطينا 600 وعليها 20 30 يوم في 20 600 مسافة الإجمالية التي قطعها خلال شهر جوان هي 600 كيلومتر تمرين الخامس تشارك كل من محمد ونزار ومعاذ لشراء هدية لمعلمتهم ثلاثة محمد، نزار، معاذ بمناسبة نهاية السنة سنة فجمعوا مبلغ 3600 دينار حيث شارك محمد بالثلث ونزار بالربع ومعاذ بالباقي أحسب المبلغ الذي شارك به كل واحد منهم الثلث نضرب في واحد ونقسم على ثلاثة الربع نضرب في واحد ونقسم على ربعة ونبعد نجمعهم هذو كزوج ونقصهم الـ 3600 نصيب الباقي له مبلغ معاذ آه يا والله الثلث نضرب في واحد تبقى كما هي ونقسم على ثلاثة طبعيني ألف ومئتين المبلغ الذي شارك به محمد وألف ومئتين نضرب في واحد ونقسم على ربعة اللي هو المبلغ اللي شارك به النيزار اللي هو تسعم مئة بعد ذلك نجمع ثلاثة ألف وتسعم مئة تولي ألفين ومئة ألفين ومئة نقصها من المبلغ الإجمعي المبلغ الذي مجموع مبلغ النيزار ومحمد هو ألفين ومئة ونبعد ثلاثة وستمية نقص ألفين ومئة الباقي اللي هو مبلغ معاذ ألف وخمسمائة دينار تشأة خلاص هذه سعة خزان هي ستة وثلاثون هيكتوليتر أفرغ منه كمية ماء بقدر ثلاثة على ربعة من سعته لسقي بستان أحسب بالليتر كبية الماء المتبقية في الخزان معناه نحسبه شعال نحاو منه ونصيبه الباقي ستة وثلاثين في ثلاثة ونقسم على ربعة نصيب كمية الماء التي سقي لسقوا بها هذه اللي نصيبها نعود نقصها من ستة وثلاثين نصيب الباقي لرف الخزان ستة وثلاثون في ثلاثة تقسم أربعة كما قلنا نقصنا سبعة وعشرين سبعة وعشرين هيكتوليتر طيب 36 نقص سبعة وعشرين أعطينا تسعة كمية الماء المتبقية في الخزان هي تسعة هيكتوليتر وقال لك أحسبها أحسب بالليتر تسعة هيكتوليتر نحولها للليتر تعطيني تسعة ومائة كمية الماء المتبقية هي تسعة ومائة لتر تمنين لي بعده يفقد البن خمس وزنه بعد التحميس كين حمصه كين نقل نغلق كين كين حمصه فوق النار يفقد خمس وزنه ما هو وزن الحاصل بعد تحميس بئتين وثلاثون كيلوغرام من البن 250 نضرب في واحد ونقسم على خمسة أمتين وثلاثين نضرب في واحد ونقسم على خمسة نصيب كمية التي يفقدها تفقدها 250 230 في واحد تقسم خمسة 46 يفقد البن بعد تحميسه 46 كيلوغرام 88 في أول يوم من شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب اللهم بارك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا رمضان يا رب في أول يوم من شهر رمضان يكون الإمساك على الساعة الرابعة وعشر دقائق ويكون الإفطار على الساعة السابعة وخمسة عشر دقائق أحسب مدة الصيام لهذا اليوم وقت الإفطار نقسم منه وقت الإمساك نصيبوا مدة الصيام نصيبوا مدة الصيام السابعة وخمسة عشر دقيقة نقص وقت الإمساك اللي هو الرابعة وشهر دقائق خمسة عشر نقص عشر طبقى لنا خمس دقائق 19 نقص ربعة هي خمسة عشر مدة الصيام في رمضان هي خمسة عشر ساعة وخمس دقائق دقائق تحت الدقائق والساعة تحت الساعة تمامين لبعده لاحظ الشكل المقابل ثم أجد ما هو نوع المظلع A B C D نوعه مستطيل باين نوع المظلع هذا مستطيل استخرج من الشكل مثلثا وحدد نوعه عدنا مثلث قائم لهو D A B مثلث قائم ولا B C D مثلث قائم استخرج محور التناظر محور التناظر هو إما المستقيم D B ولا المستقيم O مستقيم O الأفضل يكون المستقيم O محور التناظر شوفوش أمدرين في الحل محور التناظر هو المستقيم O طيب تمنين لي بعده أعطى الأب لأحمد مبلغا من المال اشترى به ثلاث قصص ثلاث قصص سعر الواحدة 250 دينار جزائري ولعبة لأخيه الصغير سعرها 650 دينار جزائري ما هو الثمن الإجمالي للقصص 250 للواحدة معناه 250 في 3 تقريبا 750 ثمن الإجمالي للقصص هو 750 دينار جزائري ما هو المبلغ الكل الذي صرفه 750 زائد 650 نصيب المبلغ الإجمالي الذي صرفه 6 12 13 معناه 14 ألف دينار جزائري إذا كان المبلغ المتبقي لأحمد هو 100 دينار ما هو المبلغ الذي أعطاه الأب لأحمد معناه نزيد لها 100 17100 صح 250 في 3 نصيبه ثمن القصص ثلاث ليهو 750 بعد ذلك 750 زائد 650 سيبه 14 ألف المبلغ الذي صرفه 15 ألف نزيد لها 100 تقول لي 15 ألف أعطاه له 15 المبلغ الذي كان عنده هو 15 ألف 80 11 املأ المربعات الفارغة لتحصل على المربع السحري والذي يساوي مجموع كل ثلاث مربعات منه 24 عموديا وأفقيا وقطريا معناه هاك وهاك وهاك يساوي 24 هذه تديننا الوقت بزاف نشوفوا الحل مباشرة الذي يساوي المجموع مجموع روكو نشوفوا 11 29 والربعة 24 19 24 سنته 9 8 16 17 18 24 14 إذن صحيح 14 49 6 8 مجموع ثلث خانات سواء أفقيا ولا عموديا ولا قطريا هو 24 80 12 80 12 دفعت عائلة مكونة من سبعة أفراد مبلغ 875 دينار جزائري ثمنا لتذاكر أحد عروض فرقة طيور الجنة ما هو ثمن التذكير الواحدة قلنا رحي نقسمه عدد كله إلى أجزاء متساوية 875 تقسيم سبعة نصيبه ثمن التذكير الواحدة 875 تقسيم خمسة نصيبه 125 ثمن التذكير الواحدة هو 125 دينار جزائري 80 13 جمع مربي نحل 96 علبة عسل تزين العلبة الواحدة 2 كيلوغرام باع منها النحال للكيلوغرام الواحد 1950 دينار جزائري احسب كمية العسل التي جمعها النحال كيلوغرام الواحد كمية العسل التي جمعها 96 في 2 كيلوغرام 96 في 2 نصيبه الكمية بالكيلوغرام 96 في 2 نصيبه 192 كمية العسل التي باعها هي 192 كيلوغرام سؤال الثاني احسب كمية العسل احسب ثمن بيع العسل هو باعها 1950 لكيلوغرام الواحد الان اضربها في 192 في 1950 نصيبه المبلغ الذي باع به اللي هو 374400 دينار جزائري هذا مبلغ طيب احسب الربح اذا كان قد نقل النحال العسل بمبلغ 650 دينار جزائري الى السوق ناقص 650 هذه اللي درناها النقص لها 650 نصيبه الربح ناقص 650 معنى التكاليف اللي خسره مخسره مخسره نقل اللي هي 650 النقص لها 650 سيب الربح تمانين الرابع عشر A B C مثلث قائم في B طول قعدته 6 سنتيمتر وارتفاعه 5 سنتيمتر احسب المساح طيب المثلث رمح ذوف نحاوه المثلث ما يقراش في سنة 5 تمانين الخامس عشر اشترى شخص قطعة ارض مربعة الشر ظلعها 250 متر ثم قرر ان يحيطها بسياج فاشترى المعيدات التالية بمئة وستة وخمسون ألف وثلاث أبواب بأربعة ألف وخمسة أربعة ألف وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة دينة جزائري ولفات سلك ب اثنى عشر ألف وتسع مائة دينة جزائري احسب ثمن لوازم التسييج ولفات سلك هذه نجمحها مع هذه مع هذه ثمن لوازم التسييج احسب المساحة مربع اذا الظلع في الظلع 250 في 150 انصيب انصيب المساحة ولا المحيط احسب مساحة الأرض ايه خلق لك المساحة مش المحيط شد سنديمة ما تسرعش طيب ثمن لوازم التسييج قلنا نتجمعه الأثمانة هذه قلنا نتجمعه مساحة الأرض اثنان وستون ألف وخمسمائة في ألف وخمسمائة المساحة تخرجنا بالمتر الظلع في الظلع 250 في 250 والمساحة تخرج بالمتر المربع سؤال الأخير هذا هو المساح ايه والسؤال من اذا علمت ان سعر المتر الواحد من قطعة الأرض هو 15000 احسب ثمن قطعة الأرض المساحة نضربها في هذا هو السؤال يرام دارينو أنا ما فهمتوش مع التالي آي والله ها هذه ثنين وستين ألف وخمسمائة المساحة نضربها في ثمن المتر الواحد لو 15000 ننصيبه ثمن الأرض بالدينار الجزائري طيب تبني اللي بعده لاحظ الشكل لون ثلاثة على ثمانية واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية الأربعة ثمانية مربعات متمثلة ثلاثة اللون ثلاث مربعات عبر بكسر عن الأجزاء الغير الملونة الغير الملونة هي خمسة من ثمانية خمسة من ثمانية ثمانية سابع عشر أكمل ما يلي 1429 ميلي لتر شعلت تسوي من سنتي لتر زائد ميلي لتر 1500 ميلي لتر شعلت تسوي من سنتي لتر وشعلت تسوي من سنتي لتر 300 ديس لتر كيف تسوي من سنتي لتر 1 أو 45 لتر كم تسوي من سنتي لتر نشوف في الحل كيف حلنا هذه خمسة لثمانية طيب 300 ديس لتر تسوي 3000 سنتي لتر 1429 ميلي لتر تسوي 142 سنتي لتر زائد 9 ميلي لتر 45 لتر تسوي 4500 سنتي لتر 160 ديس لتر تسوي 2600 سنتي لتر 1500 ميلي لتر تسوي 150 سنتي لتر وتسوي 15 ديس لتر 88 رتيب الساعات التالية من الأكبر إلى الأصغر أكبر وحدة هنا ديس لتر سنتي لتر لتر أكبر وحدة هو اللتر بعد ديس لتر ومعد سنتي لتر أكبر وحدة عدد رأي عدد راكين بالفاصيلة صح صح إذن أكبر وحدة هي 75.08 ديس لتر بعدها 35 ديس لتر بعدها 65 سنتي لتر بعدها صفر 250 لتر هذه وإن كانت لتر لكن عددتها صغير بالفاصيل تمرين 19 عبر بكسر على كل ساعة من الساعة التالية واحد لتر 0.75 لتر 0.5 لتر 0.25 لتر 0.75 هي الربع واحد على اربعة 0.5 نصف 0.25 واحد لتر هي ربعة على ربعة لتر 0.5 لتر هي واحد على 2 نصف 0.25 لتر هي الربع لتر ربع لتر اكتب الكسر الاتية على شكل اعداد عشارية 82 على 10 هذه تسوي 8 2 190 على 100 تسوي 1 90 ولا 9 4 167 على 10 تسوي 46 7 4 165 على 100 تسوي 4 65 7 20 على 10 تسوي 70 فاصل 2 720 على 100 تسوي 7 20 80 الاخير اكمل ما يلي الدقيقة تسوي ثانية اسبوع ايام السانة شهر اليوم ساعة الساعة دقيقة والقرن سانة ايه اذا ما درناش اكتب العدد الطبيعي الاقرب لكل عدد عشاري يالي 3 96 96 قريبا الى 4 اكثر من الثلاثة الانه ändert ال Mün 25 7 قريبا ال 26 كذلك 40 2 قريبا ال 9 К 100 صفر خمسة قريبة للعشرة وقريبة للتسعة لأنه آآ قريبة للتسعة صفر فاصل خمسة قريبة للتسعة ستة فاصل ثلاثة قريبة للستة واحد فاصل ربعة وثمانين قريبة للاثناني راكم نشوف واحد فاصل ربعة وثمانين قريبة للاثناني فتت الخمسين تسعة فاصل خمسة فاصل صفر خمسة قريبة للتسعة كما قلنا خمسة وعشرين فاصل سبعة قريبة للستة وعشرين ستة فاصل ثلاثة قريبة للستة ربعين فاصل ثني قريبة الرابعية تتفصلت وتساعة لبالا الرابعة طيب الدقيقة ستون ثانية الساعة ستون دقيقة اليوم اربعة وشرين ساعة السانة اثنى عشر شهر الاسبوع سبعة ايام والقرن فيه مئة سانة القرن فيه مئة سانة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة